هتبقى فرق يعني ضغط عليك خطيرة من ناحية الهجومية فبالتالي انت محتاج دايما تبقى مئم من نفسك وراه و اكرب كان يعمل ده بشكل كويس هاني عمل ده في كاس العالم اللي فات بشكل ولا اروع و خصوصا ماطش بار ميونيخ الماطش الاتقل يعني كان يلعب على واحد من اجمد الباكات في العالم كله و اجمد الاجنحة كومن و الفونسو ديفيز و عمل البطولة هيلة بس هاني بردو بقاله فترة بعيد كريم ما خدش كتير كريم فؤاد خامة مبشر انا الولد ده يعني شايف كرته بصراحة يعني هيلة الحقيقة لو خد و وصل فورما عالي هيبقى مميز جدا عمر من الاسماء المقترحة حسين الشحات و انت كنت بكلمني قبل نبتدي الحوار ان حسين دايما كان بيجيت في الحتة دي مين الاقرب من وجهة نظرك كباكي مين بالتأكيد يعني مفترض انه لو هو ده الاسم اللي حطت عليه مسلمان يعينه يبتدي يحطه في المركز ده ويجربه ويجهزه المركز ده في مطشاط كاسر ربط خلينا نتفع سيد احمد ان انت لما يكون عندك لعيب واثنين وثلاثة في مركز ده بيسهل عليك انت كمدير فني حتة الاريحية في ان انت ممكن تحط اي حد يلعب دي اللي كانت ما يميز بها الفترة اللي انا كنت موجود فيها داخلنا دي الاهل ان كنا كنا اربعة نحتين ايمين او خمسة نحتين ايمين اي كان اي حد بيلعب بقدر يؤدي بالصورة حتى لو في غيابات للاصابة ففيه ثلاثة عندك تانيين كان مهم جدا مستر مسلماني لفترة الاخيرة هو يدفع باكتر من اللعيب في اكتر من مركز لكن الرجل على طول كان بيلعب عن نتيجة وعاز يحقق النتيجة عاز يحقق المكسب مع ضغط المباريات هو مقدرش يوسع قاعدة المشاركة بالنسبة لكل اللعيب لكن جما كنت بكلم مع حدرك قبل الفاصل هو من احسن الناس وافضل الناس اللي قدي في المركز ده حسين الشحات حسين الشحات انت تخط بالاسماء دول في الترتيب الاول حسين الشحات انا بشوف ان لو فترة كافية ان كريم فؤاد يحط رجل ويبقى موجود في كل المباريات ويبقى الرجل عنده ثقة فيه يقدر ياخد في المركز دوت مع وجود محمد هاني طبعا اكيد كما اقول لحضراتك كلما يبقى لاعب واثنين وثلاثة في المركز لكن لو الراجل عايز يهاجم من ناحية دي او ان هو عايز يلعب على الكنتر اتاك هو حسين افضل واحد لان حسين بيجي من تحت كويس وده يمكن عشان مكاني شوية بيجي غير مراقب غير مراقب من حتة الدفاعية لحتة الهجومية وزي محمد بركات كده فاقلم البساط بيقدر ان لك نص ملعب التاني فده افضل لو في حتة لو الراجل عايز يهاجم من ناحية اليمين او عايز يدي حلول هجومية من ناحية اليمين الافضل حسين الشحات هو اللي يلعب وخصوصا كان بيقدي بالدور دوت في المقصة كده وكان بيقدر يحرز اهدام دفاعيان حسين برضو مش عارف انا متفرجش عليه باكي مين لو هتلعب ثلاثة اربعة ثلاثة حسين يلعب باكي يلعب لان حسين برضو عنده ارتداد سريع ولو لعبت اربعة وراه ولو لعبت اربعة ممكن تلعب كريم فؤاد بس تعوده على الطريقة لكن انا بشوف ان مستر موسماني هو خلاص ارتح للطريقة دي ثلاثة اربعة ثلاثة تتوقع هلعب بها في كاس العالم؟ اتوقع هلعب بها بس مع تأمين الدفاع شوية مع تأمين الدفاع شوية لكن انا بشوف ان من افضل الناس الحسين هو اللي ممكن ياخد في المركز دوت مع طبعا هاني مع ان كريم فؤاد لو قدر انه ياخد البطولة دي كلها اتمنى ان هو يبقى موجود الفترة اللي جاي ان شاء الله الباكين تحديدا المركزين دول تحديدا اليمين والشمال في عندنا مشكلة فيه مش عايز اقول ازمة بس يعني في عندنا مشكلة في مصر يعني انت المنتخب وطني نهاردة نمرة واحد ونمرة اتنين اكرم وعمر كمال الاتنين اساسا مش مركزه يعني اكرم اساسا هاف ديفندر وعمر كمال اساسا مركزه اللي احنا عارف اللي هو يعني تواهك فيه يناحي مين النهاردة بشوف يعني اعادة توظيف لاتنين مش مركزهم عشان يكونوا نمرة واحد ونمرة اتنين في المركز ده في مصر ناحية الشمال برضو نفس الحكاية يعني انت لما لما جاب فتوح لجأت الايمن اشرف وايمن اشرف كان بيلعبها زمان بس هو مركزه الاساسي سبك فهل المركزين دول شاف ان في عندنا مشكلة فيهم مش على الاهلي مش بكام على الاهلي مستوى مصر اكيد ده زي ما قلت لحضرك كده في اول الحلقة ان الكرة مصرية كان بتعاني كان بتعاني ان انت مقدرتش ان انت تتحضر جيل ودي من ضمن المركز اللي اتأثرت ان انت من بعد احمد فتحي مفيش حد ان انت من بعد عبد الشافي كواف مع المنتخب او سيد معوض مفيش حد ولو هنشوف على الست سبع سنين او العشر سنين اللي فاتوا انت كنت بتعاني بتعاني في طرفين الملعب لكن هذه المعاناة الكرة مصرية وجهتها لكن زي ما قلت حضرك هتضطر تلجأ لحلول ان اكرم هو اصلا دي بندر فهتلعب بكرايت فيعدي كويس فتقدر تعتمد عليه لكن اكرم اللي كان بيميزه انه بقى يعني مع الحتة الهجومية بقى شغال في حتة الهجومية كويس يتطور اداءه الهجومي بشكل كويس دلوقتي بترجى له عمر كمال وعمر كمال اصلا بيلعب مع مصر طرف يمين وطرف شمال لانه عنده حتة السرعات ففي نفس الوقت انت استخدمته كبكرايت وقدر يقدي فيها مبارات غينية الاخيرة قدر يقدي فيها بشكل كويس وقدر يعمل اكتر من كرة عرضية والكوة البدنية دول اكتر مركزين محتاجين كوة بدنية عن اي مركز في المرعب حتة الطرفين الملعب طرف المين او الشمال قوة ولياقة رجل شغال على الخط رايح جاي قوة ولياقة وبيبقى مطالب في بعض الوقت الحتة التغطية العكسية فدي دي مهمة جدا لكن انا بشوف انها المعاناة معاناة على الكرة مصرية بشكل عام من بعد وانت بتتبع الدوري او انت بتتبع كاسر ربطة عينك على خامات مباشرة شايف الحتتين دول باكيمين وباكشمال ناس ممكن يعني تتران عليهم انت في المستقبل لا انا بشوف كريم فؤاد يعني كريم فؤاد معاودة هاني ده اللي انا بتمنيه انا بكلم عن الكرة المصرية عموما يعني باسم الاهلي شايف في كل اندية الدوري الممتاز في خامات ممكن تقول عليها يعني اسماء جاية ممكن على الوقت مش مش هادر اقول في طرفين الملعب لكن في بعض اللعيبة بتتميز في الاتحاد في خلد الغندور يعني خلد الغندور من ضمن اميز اللعيبة اللي كانت بتتميز مع نادي الاتحاد ممكن كنت بكلم مع كافة حسام حسن قريب انه كان لازم يوجود في المنتخب